والله يا جلدتي يا جلد، بدأت أخاف منك جعل إيدي الكسر ولا مدها عليك يا بادعين يا هلا تعالوا 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 انتظركوا من اليوم على الغداء تعالوا يا مرحبا الحقيقة أنا مقدر أعيش من غير أبوكم أكثر من كذا والبيت اللي ما في رجال ما يسوى والناس بدأت تتكلم علينا ولا راح يحترموننا إلا بوجودة وشي يما يعني ماني برجالك؟ يا يا فيصل، أنت فاهم قصدي وبعدين أخذك بحاجة أن يكون أبوها جنبها لا ماما، إذا أنت قصدك عن زواجي، ترى أنا مع أبي لا يا أنا حبيبتي والله هديك بدأ لا تستانسين تقولي أن أبوي أمي تصالحوا طلقت صباح؟ ولا بتاكعت تضايق أمي كل يوم؟ الصدق ما تنحطين وجه ولا تستحين في بنت تكلم أبوها به الطريقة هذه يوم حنا نغلط، تمسكون علينا النقطة لكن يوم أنتم تغلطون، ما ترضون أحد يكلمكم ماما، لي قاعد تسوين كل ذا؟ لأني أبوك اللي ما تستحين خلاص، أنا قررت أرجع مسألة الطلاق ما كانت سهلة بعدين أنتم شفتوا كيف كانت حياتنا ماذا؟ إن أنا لوالك ذراعك فيصل، أنا ما لويت ذراع أحد وأنتم كلكم هنا ما تحبوني، تحبون فلوسي بس ولا في أحد بالدنيا يكره أبوه؟ خلاص، هذا قراري بعد كده ما بي ولا واحد فيكم يرفع سلطة ولا واحد فيكم يغلط على أبوه رجعنا زي الأول لا يا أنا حبيبتي، جلسين أسبوع الجاي بروح أنا وأنتي وبسجلك بالجامعة وهذا المزعجك من الأول؟ بنهيلك الموضوع كله وأي شي تبينه بيصير، ماذا تبين بعد؟ أنا أسفين، ما توقعت الموضوع يوصل لهالدرجة بس قلت أقول لكم أحسن ما يجيكم الخبر من أحد ثاني وتخافون أكثر تقول إيه اللي من اللي طقه؟ يوسف، هو مالك النادي، وكان موجود يمطلعنا ولا فعارف وشاف كل اللي صار انجوت حبيبتي، قلت لك من الأول ما أنا بيوجع راس، بعدين أنا أقول حتى النادي لا تروحين له كيف يعني؟ شغلي وحياتي كلها في النادي طيب، بس في خطر لا، ما في خطر، أصلاً هو ما سوى شي ولا يقدر يسو شي طيب، خلاص، إذا أنت مصرة، أخذي معك أخوك إيه، أمك كلامها صحي، من اليوم رايح، تأخذين معك أخوك يعني تعتقدون أني أحتاج حماية؟ لا يا بنيتي، الحماية من رب العالمين، بس أنا وأمك نبغى نطمن عليك مهما كان ما عليش، سوي الشي هذا لون علشان، نمهب علشانك موسيقى 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 موسيقى